أتى ساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت نانتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة كما يتفقد قرية الحصص بمركز شربين بالدقهلية إحدى قرى مبادرة حياة كريمة وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مدينة المنصورة الجديدة التي تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودميات تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية وتعتبر أحد شرائين التنمية في ساحل مصر الشمالية حيث تحتوي على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق ودور عبادة ومناطق ثقافية وترفيهية ومناطق خاصة بالمطاعم وحضائق مركزية بإطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في امتلاك القدرة التصناعية للأطراف والأجهزة التعوضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دوليا وذلك من خلال إقامة مجمع صناعي متكامل لتقديم تلك الخدمة النبيلة إلى كل إنسان في حاجة إليها كما وجه الرئيس السيسي خلال استقباله رئيس وحدة الوسائل التكنولوجية المساعدة والأجهزة الطبية بمنظمة الصحة العالمية ورئيس الجمعية العالمية للأطراف الصناعية وتقويم العظام وممثل منظمة الصحة العالمية في مصر بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين وجه بالأخذ في الاعتبار إمكانية تطوير المجمع الصناعي للأجهزة التعوضية ليصبح مركزا إقليميا لتقديم تلك الرسالة الإنسانية لكل دول المنطقة أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أنه لا خطط نهائية حتى الآن لتسليم أوكرانيا صواريخ باتريوت مشيرا إلى استمرار التشاور مع الحلفاء في هذا الصدد وأوضحت الوزارة أن شحن صواريخ باتريوت ربما تصل إلى الأراضي الأوكرانية عن طريق دولة ثالثة لم يسميها لفتة إلى أن نشر النظام الباتريوت في أوكرانيا سيغير من قواعد اللعبة مع روسيا قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شيغو أن القوات الروسية اختبرت طرقا جديدة لاستخدام الصواريخ والقوات والمدفعية في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وقال شويغو أنه خلال العملية العسكرية الخاصة تم اختبار طرق جديدة لاستخدامها القتالية مشيرا إلى أن الأمر يتعلق باستخدام أنظمة الاستطلاع والهجوم التي تتضمن طائرات مسيرة وعينات متطورة وحديثة من الأسلحة زار الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون مقر إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا حيث أكد أن التعاون بين الولايات المتحدة وفرنسا ضروري لمواجهة وجود الدول مارقة في الفضاء وقال ماكرون أن الفضاء يمثل مكانا جديدا للصراع وإنه من المهم لفرنسا والولايات المتحدة العمل معا على وضع القواعد والأعراف لأنهما يشتركان في الالتزام بالعلوم والقيام الديمقراطية انتخب الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز زعيما لهم ليصبح أول أمريكي من ذوي البشرة الصمراء يتولى مثل هذا المنصب الرفيع في الكونغرس ويمثل انتخاب الديمقراطيين جيفريز صعودا لجيلين أصغر سننا من القادة في المجلس النواب الأمريكي وسيتولى زعمة الديمقراطيين في مجلس النواب بالكونغرس الذي ينعقد في الثالث من يناير المقبل كشفت القيادة المركزية للجيش الأمريكي أن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو الحسن الهاشمي القراشي قتل في منتصف أكتوبر الماضي وقال المتحدث باسم القيادة المركزية سانت كام في بيان إن مقتل زعيم داعش الإرهابي يمثل ضربة أخرى قوية للتنظيم الإرهابي الذي أكد أنه لا يزال يشكل خطرا على المنطقة نهاية موجز التاسعة ونعود لاستكمال الباقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل